نظمت اليوم مظاهرة احتجاجية بعنوان أغيث مقبرة مأمن الله والتي نظمت اليوم في مدينة القدس وذلك احتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ببناء ما يسمى بمتحف التسامح على حساب أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية في مدينة القدس بحضور مئات المقدسيين الذين طالبوا بوقف البناء وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بالمحافظة على مقدساتهم ومقابرهم الدينية